السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك أبو محمد هشام من أمريكا اتفضل يا محمد وفقك الله الله خليك يا شكرا في سؤال حضرتك أنا بسمع يعني باي أكثر من عشر سنوات للمحدث الشيخ المحمد نصر زمالباني وبنحاول نلتزم يعني بالثالث الصالح كنت بسمع مؤخرا حديث بصعب السلام لا تصوم يوم السبت إلا فيه مفترض عليكم نص الحديث وبعدين شرح الحديث إنه لا يجوز يوم يوم السبت حتى ولو كانت صرفة عرصة حتى لو كانت اللي هو مثلا عشراء وشرح وكتنعك والسؤال ما سؤالك ما سؤالك سؤالي دلوقتي حاولت تعرف القوى بالاحتمال كبير يكون في اليوم السبت الحمد لله والصلاة والسلام أنا طوعا مقتنع يصبر يا هشام الله يحفظكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد نعم ذأب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه إلى هذا الرأي وخلف بذلك الجماهير من العلماء وذلك لأن هذا الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم معارض بأحاديث أخر هي أقوى منه ولذلك قال الإمام أحمد بن حنب رحمه الله أصول الشريعة تخالفه أي تخالف هذا الحديث وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتباه ستا من شوال كان كمن صام الدهر فإذا حفظت على ست من شوال ستوافق السبت وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده فإذا صمت يوما بعده سيكون السبت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وإذا حتما سيوافق السبت وأيضا حسى النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر وهذا بمواصلتك الصيام ستصوم حتما يوم السبت في شهر من الشهور وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم فأذي النصوص المتكاثرة من ناحية الثبوت أثبت بكثير من حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أول إذا قال الإمام مالك هذا حديث كذب وقال أبو داود إنه مضطرب قال النسائي منسوخ قال الزوري ما زلت أتقي التحديث به إلى غير ذلك من الأقوال فإذا وافق عرفات يوم سبت فصوم يوم السبت والحديث لا تصوم السبت فيما افترض عليكم حديث معارضاته أقوى ومثل معل لما سمعته الله أعلم السلام عليكم